أصبح تورط كل من تركيا وقطر في دعم التنظيمات الإرهابية في نشر الفوضى والتطرف داخل عدد من الأقطار العربية ظاهر الرغم الإنكار المستمر من قبل قادة الدولتين إلا أنه مؤخرا كشفت وثائق جديدة نشرها موقع نيروديك مونيتسور السويدي تورط قطر في دعم الجماعات المسلحة المتشددة في سوريا عبر تركيا فضلا عن انخراط أنقرة في صفقات شراء النفط من تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من شمال سوريا وأظهرت الوثائق اعترافات صادمة لضابط عمل في قسم الاستخبارات بالقوات الخاصة التركية في شهادته أمام المحكمة ومن بينها اغتيال ضابط كبير كشف عن الدعم القطري للمتطرفين في سوريا عبر تركيا وأشارت الاعترافات أن الضابط الذي تم اغتياله كان يعرف مقدار التمويل الذي سلمته قطر إلى تركيا من أجل شراء الأسلحة والذخيرة للجماعات المسلحة في سوريا وأهمها داعش وكم من هذه الأموال تم تسليمها بالفعل لهذه الجماعات وأن تركيا تدعم بالفعل الإرهابيين في المنطقة العربية بتمويل من قطر وتمثل هذه المعلومات دليلا ملموسا جديدا حول العلاقات بين تركيا وقطر والتنظيمات الجهادية لكنها تكشف كذلك بعض المعلومات حول خبايا الإنقلاب الفاشل عام 2016 ودوافع بعض الضباط وجنرالات للتخلص من نظام أردوغان موسيقى